موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي مرحبا بكم مع يام جديد في قناة فون انطب خمع سنة الفاسية بالنسبة لفديو اليوم سوف نقوم بالفون في الصراحة في نفس الوقت رائعين أحسن من الزنقة نعرفوا كيف نأكل في دارنا ومقومين ومقادير جدا سهلة وتصوبهم في وقت واجيز نريد أن نطيبهم في المقلاة نريد أن نطيبهم في الفرن كما ترى يأتي المنظر رائع ومقادين ان شاء الله بإذنين تبعوا معي الفيديو ملوه حتى الآخر لكي تعرفوا على أسرار لكي تنجحكم وتجي زوينا بالنسبة للمقادير كيف ترى مقادير سهلة هنا تنجح ثلاثة وزليفة الفينو تقريبا 750 غ وفينو وزبدة لدي بعض الملحة وعض المشكلة هناك الزعتر وصف تقريبا زيت البلدية وعض المشكلة لفورية بالنسبة للمنكهات المشكلة والتومة لدي بعض المشكلة سوف نضيف المليحة ونيدو ونضيف النواشف كامل سوف نضيف مقرم 8 جرام سوف نضيف البصلة والثومة بودرة كما قلت لكم اختيارين الزعطر الذي ضروري لا يريد أن نستغنى عليه في البيتزا الذي يريد أن يريد أن يكون أفضل من الأحسن أن يأتي بالشكل سوف نضيف المليحة نضيف النواشف كامل نضيف المليحة سوف نضيف المليحة سوف نضيف المليحة يجب أن نضيف المليحة في البيتزا نضيف المليحة نضيف المليحة ونضيف الخمير سوف نحاول ان ندخل زبيدة فيها ونقوم بإذن الله بإذن الله نقسم القيطة ونقسمها على 4 ونقوم بإختيار حتى يضعف الحجم لأن الأسرار هي الاختمار في المرحلة الأولى ونقوم بإختيار حتى يختمر ونقوم بإختيار حتى يضعف الحجم قسمتها على 4 قيطة ونقوم بإختيار الزيت قسمتها القيطة ونقوم بإختيار الحجم ونقرز المنطقة ونقوم بإختيار المنطقة على سطح العمل. ضروري الفينو بزايد. نحاول نزول هذا الهواء من القطع العجين. سوف نطلقها ونسترحها عادي كما تشاهدون ان شاء الله انتم سوف تشاهدون السمك وضروري من الفينو. اضعها تقرمي شوكي يجبها تلونها جيد. سوف نطلقها جيدا. وسوف نطلقها ونصركم الرقه لا يمكنها شرقيقة ولا يمكنها غليطة. كيف لا ترون انتم سمك واضح وبيين. بالنسبة لهذه المشطة هي من الأحسن نفضل هذا المشطة. هذه المشطة لديها نراجبتها ومعقماها يعني ومخليها غير البيتزا فقط. تساعد والصراحة لا تنفخش البيتزا بثاف. وعملية حسن من الآلة التي وردتكم النبلولة. وضغية ضغية تسربينها كيف لا ترون. المشطة رأيها كما قلت لكم معقما جديدة معقما مخليها غير البيتزا. سوف نستمر هذا الوقت ونكمل الكيمياء للبيتزا كاملة. كيف لا ترون. هذه الشكل سهلة الصراحة. ويأتي حتى المنظر لها جيد. كما لا ترون. ما شاء الله كجيزوينة على هذا الشكل هكذا. نصحكم الصراحة بالمشطة. نصحكم الصراحة. لنقص من المستخدم الحديد أو البلاستيك. أنا سوف نقص من هذا الحديد. نقطع القطع نقطع الكيمياء كاملة نقطع القطع نجمعهم نجمع الكيمياء كاملة نجمعهم نبدأ بالنسبة لهم نضيفهم حتى نضيفهم 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 لا تحتاج لكي يخمرون النوب الثاني سوف يتعطيهم حقهم في الخميرة النوب الأولى سوف يأتي وزوينين لدعي لكي تخمرهم النوب الثانية كما ترون مقيلة هنا سخنتهم نضع القطع على نار مهيلة ونضعها على نار مهيلة ونجعلهم بحراء لكي يشمون العافية لا يتحمروا أبدا لكي يتمازل ندخلهم الفران لكي لا يأتيوا نشقها سوف يقبطراتهم ندخلهم ونقلبهم قليلا على الوجه الآخر يبقى بوض كما ترون انتم ماشاء الله تنفخات كما ترونها تبقى هكذا لا يحتاج لكي يحمرهم سوف نستعمرها حتى نكمل كمية كاملة بإذن الله ونرى النتيجة النهائية للبيتزة كما ترونها تبارك الله كمية وفيرة أعطتني أكثر من 64 حبات تقريبا شي 66 أو 67 حبات كما ترونها تبارك الله كمية وفيرة كما ترونها تبارك الله كمية وفيرة كما ترونها نستحق لكي تجربوهم كما ترونها ونصوب الماء لا داعي لكي تتكسلوه ونخرج ونشروعهم كما ترونها تبارك الله كمية وفيرة وندخلها في الكنجيلاتور أنا كنصوبها نضع عدد الحبات التي تحتاجها في كل بلاستيكة نضعها في الكنجلاتور يجب ان يأتيوا منظر رائع لكي تستحق الصراحة لكي تجربوا هذا الفونت بيزا كيف مديميل اعجبكم الفيديو ديلي لا تبخلوش عليها بالجيم و كومنتر و بغتاجوا الفيديو ديلي مع الأهل والأحباب كي يتعوم الفائدة ديروا جيم على البنات اللي يجازيكم بخير مني تديروا جيم يعني اليوتوب كي يقتر حلا فيديو ديلي على ناس اخرين باش يتشاهدوا و ما تنسوش الضغط على الجارة باش يوصلكم كل جديد و شكرا لبنات على شجيعاتكم ان شاء الله بإذن الله الى فيديو اخر ان شاء الله